أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن قائداً بالحجد العشائري وأربعة من مرافقيه أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم وسط مدينة الرمادي وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية لقائد مقاتلي العشائر العقيد عيسى حميد العلواني في منطقة البعلوان ما أسفر عن إصابة العلواني وأربعة من مرافقيه بجروح متفاوتة